دي اناي مساء الخير شو بيصير إذا الناس منتبهوا ما أخذوا احتياطات إلى علاقة بفيروس كورونا الناس بتمرد في منهم بيموتوا الأعمال بتوقف وبالتالي الاقتصاد بيضعف بدول مثل لبنان حيث الاقتصاد عاطل بيزيد الفقر والفقر بيجيب التفكك والتفكك شو يعني؟ يعني ينتصر العدو الصهيوني أبو الصوس كيف فوتتلي العدو الصهيوني بالكورونا غي حكيني حكي يركبوا على الراس حكي مسؤول ولا؟ عم خوفكم وصلنا لمحل إذا لا سمح الله فأدنى السيطرة على الموضوع يعطيكم العافية نحنا عم نفتت المجتمع من الداخل هيدا هدف واضح للعدو الصهيوني نحن من دون ما نكون واعيين شو عم نعمل عم نحقق هدف العدو الصهيوني سوري بعتذر منك أبو الصوس يبدو هيدا هو الحك المسؤول بس لك معه حق يعني إذا 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 المجتمع صار عنده سمنة تنتصر إسرائيل إذا بدخن تنتصر إسرائيل إذا المجتمع ما أتقن العزف على البيانو تنتصر إسرائيل أبو السوس لبنان عايش بكل تفاصيل حياته بمهمة وحدة هي عدم تحقيق الأهداف الإسرائيلية والنتيجة شو؟ بما أنه في كتير ناس مش رح تلتزم مثلك يا عميل يا جسوس ما في شي بيحمي البلد إلا المقاومة والمقاومة بتعمل كل شي تشتغل بكل المجالات أنت مثلا سمع بالمقاومة الدبلوماسية ما سمع فيها تفضل عشت تجارب كبيرة مع الشهيد القائد سيد مصطفى بدر الدين سنة 1996 شن العدو الإسرائيلي على لبنان حربا السيد الفقاري كان يقود هذه المعركة كان الانتصار في تلك المعركة الذي حصل أن لبنان وسوريا أمكن أن يفرضوا على العدو الإسرائيلي وباتفاق دولي ما سمي في ذلك الحين بتفاهم نيسان مصطفى بدر الدين وصل لتفاهم نيسان حبيبي كان فيه دولة ومؤسسات ومجلس وزراء ووزراء خارجية وسفرة عم تشتغل لا 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 كله حكي فاضي حكي فاضي تفاهم نيسان عمله مصطفى بدر الدين دخل العدوان الإسرائيلي على لبنان يومه السادس بأفق سياسي مسدود الجهود الدبلوماسية المعطلة لم تمنع رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري من المحاولة حاول الحريري بدعم من الرئيس شراك ودول عربية وأوروبية عبر التفاهم نيسان 1996 أراد الاستثمار بمجريات الميدان لخلق واقع جديد رفيق الحريري كان يسعى إلى التنسيق ما بين إرادة المقاومة في الدفاع عن أرض لبنان وعن لبنان وتحرير الأرض وبين إرادة الدولة اللبنانية في الحفاظ على البلد خي بالحد الأدنى للأمانة للصدق للموضوعية قول مصطفى والدولة مصطفى والرئيس الحريري يعني حد أدنى إنه مثلا لو بقي مصطفى بدر الديني قاتل لهلأ لمبارح لبكرة كيف بده يعمل اتفاق أممي من دون دولة؟ يعني بالحد الأدنى ينقال مصطفى والحريري خصوصي إذا كان مصطفى متهم من قبل المحكمة الدولية بقتل رفيق الحريري طبعا لن يحاكم لأنه انأتل بس أبو السود ذكرني كيف انأتل الأخ القائد الشهيد سيد مصطفى بدر الدين منذ الأيام الأولى لهذه المعركة في سوريا كان يخوضها كتفا إلى كتف مع الأخ الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني سويا معا يفكرون يدرسون يخططون يعملون ينسقون يحضرون في الميادين الله وكيلكم الله وكيلكم ما كانوا يفترقوا يعني كتف ع كتف إيد ع ايد خططوا سوا اشتغلوا سوا أكلوا شربوا قاموا مشوا ناموا ظهروا عملوا كل شي سوا ولك لما انأتل مصطفى كانوا سوا رواية إسرائيلية تتهم قاسم سليماني بقتل مصطفى بدر الدين نشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية تقريرا قالت فيه أن قاسم سليماني هو من أمر بقتل القيادي في حزب الله اللبناني مصطفى بدر الدين لماذا؟ لأن بدر الدين طالب بخفض وجود حزب الله في سوريا فقتلوه رواية يوسي ملمن بهقراتس هي رواية مش غريبة الهمس بلبنان لم يتوقف منذ مقتل مصطفى بدر الدين حول روايات مشابهة هلأ ما حدا بيقدر يأكد الرواية إلا اللي عاية جثة بدر الدين أو الشهود المفترضين اللي كانوا وقت الحادسي بس الأكيد أنه لما انأتل بدر الدين كان معه قاسم سليماني بس لا واحد انأتل وواحد من أتل ما منعرف فيه ألف سبب يمكن حز يمكن رواية أقراتس مضبوطة سلالة ما بيعتقد ما بيعتقد ذلك يعني هيدا مصطفى بدر الدين بالآخر أكيد إسرائيل نحن كنا خلال 24 ساعة من استشهاد سيد مصطفى كنا معنيين أن نعرف بالضبط ما الذي جرى طيب اعملنا فحص بمراجعة خلفية العلاقة بالجو العلاقة بحركة الإسرائيليين ما عنا مؤشر ولا معطى ولا دليل بياخدنا على الإسرائيلي يعني بياخدنا على الإسرائيلي غصبا عني موضوع موضوع له علاقة بالصدق والحقيقة ويبقى السؤال لماذا لم يتهم نصر الله إسرائيل باغتيال بدر الدين يعني اتهموا إسرائيل بكل شيء من اغتيال رفيق الحريرة لسرقة الغيوم الماطرة من سماء إيران كل شيء مسؤولي عنه إسرائيل إلا وقت اللي اجعل الموضوع لمصطفى بدر الدين قال لك نحن ما منتهم إسرائيل وهلأ فيه رواية هاقارتس اللي بتقول أنه آسم سليماني هو اللي قتل مصطفى بدر الدين غريب لا؟ إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة